ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا العمل اللي أنا شخصيا والعديد مننا فخورين جدا فيه واللي عرض على منصة نتفلكس العالمية بأكثر من أو ب197 دولة فعليا واليوم إحنا ساعدين بالترحيب ووجود المنتجة والكاتبة والمخرجة والصديقة العزيزة تيمي الشوملي معانا أهلا وسهلا فيك تيمي أهلا لغاية شكرا لكم إحنا منعرف أنه مدرسة الروابي للبنات تصدر المركز الأول في العديد من الدول ليس فقط العربية وإنما أيضا في الدول الأجنبية وأكيد اليوم هذه المساحة اللي وجدت للمسلسل لأنه كان موجود على منصة عالمية وأيضا تم ترجمته للعديد من اللغات مدى واقعية المسلسل تيمة يعني انقسم المجتمع حولك خليني بس أرحب بالأول إشي شكرا كتير مبسوطة كتير من مؤسسة شومان على الدعوة ومبسوطة غادة أنك عم بتدير الحوار شكرا كتير لكم على حضوركم وحب أرحب فيه كتير وجوه من فريق مدرسة الروابي موجود معنا اليوم فحب أرحب فيهم والفنانين القادرين الموجودين معنا شكرا لحضوركم أكيد أهلا وسهلا فيكم وشكرا لوجودكم معنا وأكيد لولا المجموعة الرائعة التي صرنا حتى يعني أكيد فناناتنا القادرات وفنانين القادرين والوجوه الجديدة صرنا نحسهم أقرب لإلنا ونعرفهم أكثر وعشان هيك منحكي عن واقعية المسلسل تيمة يعني إحنا منحكي أنه في واقعية بالمسلسل وإحنا منحكي أنه المجتمع أيضا انقسم حول العمل كعمل درامي يعني هو عم بيسلط الضوء على مشاكل مجتمعية حقيقية ولكن في جزء تاني بقول أنه لا يمت للمجتمع الأردني بالصلاة بقول أنه المسلسل يعني بميبما يمثل طبقة معينة أو شريحة معينة في المجتمع هلأ أول سؤال أو الإشي اللي بدنا نتوقف عنده هل يتوجب بالضرورة أن تعكس للدراما المتفق عليه بالمجتمع ككل أم أنه يحق له أن يعبر عن حياة ولو كانت لشخص واحد هلأ شوفي أول إشي رأي الناس نسبي يعني لما ناس بيحسوا أنه هذا المسلسل مثل الواقع أو كان قريب من لإلهم هم عم بيحكوا من تجربتهم الخاصة ومن منظورهم الخاص ونفس الإشي الناس اللي حسوا أنه هذا المسلسل لا يمثل المجتمع الأردني برضو عم بيحكوا من منظورهم الخاص ومن تجربتهم الخاصة فكل الآراء طبعا تحترم وبشكل عام يعني الفن صعب بقصة واحدة تقدر يتمثلي كل طبقات المجتمع وكل فئات المجتمع في كتير معايير صعب تحكيها بقصة واحدة فعادة إحنا مناخد قصة منخلق واقعها إحنا وهذا الحلو بالفن إنه عندنا هذه القدرة إنه إحنا نخلق عالم خيالي نقرر إحنا إيش هي قوانينه نقرر إحنا كيف هذا العالم بمشي وهذا الإشي الحلو بالفن وبرضو إنه نحكي عن قصص أنا بدي أحكي يمكن أنه ما حكينا عن قصة بتمثل مجتمع بعين ببلد معين بالروابي إحنا حكينا عن فئة فئة عامة ممكن تكون بمجتمعنا ممكن تكون هاي الفئة موجودة اللي هي فئة الشباب يعني ركزنا أكتر ما نركز على مجتمع معين أو بلد معين لا على فئة موجودة في جميع العالم اللي هي فئة الشباب والبنات المراهقات من وجهة نظر نسائية خلينا نحكي أنه نحكي هدول القصص من وجهة نظر نسائية نحكي قصص هدول البنات من وجهة نظر نسائية فبالنسبة لي هذا أهم إشي وحلو الفن يكون فيه هذا الحد بين خيال نعم وقصص هاي بالخيال هذا ممكن تمثل واقع نعم أكيد ممكن تمثل واقع ممكن حدا يرتبط فيها يحسها كتير قريبة منه بس حدا يحكي أنا هاي القصصة مش كتير قريبة مني وعشان هيك بمدرسة الروابي كان كتير مهم نركز على المشاعر اللي عم بتمر فيها هاي البنات أكتر من إنه هاي البنت من وين من أي بلد أو من أي مجتمع نعم يعني هون كمان فيه شغلة دائما يعني نحكيها وانت بتحكيها بتقولي أنه هو جزء لا يتجزأ من العمل الفني يجب أن يكون ترفيه لأنه إحنا هذا المين خلينا نقول السبب الرئيسي للعمل ولكن بنفس الوقت كمان هو نظرة المخرج الذكية والكاتب لقصة معينة ربما منشوفها بطريقة معينة طبعا يعني شوفي أهم إشي أول ع آخر هذا صناعة ترفيه يعني اسمها صناعة ترفيه المهم إنه نرفع عن الناس اللي عم بفتحوا هالتلفزيون وحبين يغيروا جو ويعيشوا بعالم أو جو غير جوهم هلا هذا أول إشي الهدف الأساسي اللي هو الترفيه طبعا يعني من خلال هذا الترفيه مهم كتير يكون في رسائل معينة كل مخرج أو مخرجة أو صانع محتوى عندهم أصص معينة حابين يحكوها قضايا معينة حابين ينقشوها نعم فمهم بهذا المحتوى الترفيهي اللي عم من قدمه يكون فيه رسائل معينة اللي هي عم تنحكى بس بطريقة طبعا طريقة كتابة هاي الأساس يكون فيها إشي مثير يجدب المشاهد اللي يخليه يتواصل مع هاي القضية مثلا اللي عم نحكي عنها نعم وواحدة من أهم القضايا اللي تم طرحها في المسلسل كانت التنمر المشكلة الأهم كانت موجودة فكيف بتشوفي هذه المشكلة وقدم محتاجة كان لمعالجات درامية لمواجهتها وبرأيك هل التنمر مشكلة عامة اليوم في المجتمع ربما في العالم كمان هلأ شوفي مصطلح التنمر نفسه هو يمكن مصطلح جديد علينا كمصطلح لكن هل هو فعل التنمر أو بقدر أحكي أكتر الاستقواء يعني حدا يستقوع حدا لهو هذا مش جديد علينا لا وموجود بكل مكان من كل حدا يعني التنمر هو مصطلح ممكن نحكيه إحنا للي عم بيئة مدرسة بس هلأ المصطلح صار يستخدم بمثلا على نطاق أوسع بمثلا الأذى الشتم التشهير كل هاي الأشياء اللي عم بتصير عم نستخدمها لأنه صار متعارف عليه لكن هو فعليا يعني كلها صار يعني معناه هاي الأفعال كلها هي استقواء هلأ بالنسبة لمشكلة التنمر أكيد هي مشكلة إحنا حاولنا نطرحها بطريقة غير اللي عم نشوفها عادة لما نحكي عن كلمة التنمر أو لما نحكي عن التنمر يعني لما تربويين قاعدين عم بيحكوا عن هاي عن التنمر بطريقة إحنا كفنانين أو كصناع محتوى وحلو هاي القضية طريق الترحة بطريقة أنه نورجي لناس إيش بتمر فيه هاي البنت بهذا الوقت إيش مشاعرها مش بس نورجي الجيل هذا إيش هو بس نورجي برضو الأهل نورجي التربويين نورجي رحلتها العاطفية هاي البنت اللي تم التنمر عليها اللي حست إنه إنه حاولت تلاقي عدل وما لقته فاضطرت هي تاخد الأمور بإيديها وتحقق عدلها بالرغم من إنه الطريقة اللي هي شايفة فيها العدل مش هو يعني هي أكيد بنت عمرها 16 سنة أكيد المشاعرها ورغبتها بأنها تاخد حقها بعد ما كمان أهلها ما صدقوها هاي كمان مهمة بالنسبة إلي رسالة مهمة للأهل مع أبنائهم يعني أنا بالنسبة إلي برضو من أهم الرسائل بهذا المسلسل هو الفجوة بالحوار بين البنات وأهليهم إنه لما الوحدة عم بتصير عندها مشكلة بتفكر ما اليوم مرة قبل ما تحكي لأهلها لأنه أهلها رح يصيروا ممكن ما يصدقوها وممكن يعقبوها بزيادة على الإشي يعني بشكل عام فهذا كمان من القضايا اللي كتير أنا بعتبرها مهمة وأنا حبيت كمان بروابي يعني بعد من عرض المسلسل كيف كتير أهالي تواصلوا وبعتوا رسائل إنه إحنا منحضر المسلسل إحنا كنا نوقف شوي ونقعد نتناقش مع أولادنا ونسألهم ويحكوا لنا فصفة المسلسل فتح حوار فتح حوار وهذا يعني هذا من أهم الأشياء اللي أنا بعتبر إحنا نعمل هذا الشغل لهذا السبب يعني نعم ولكن اليوم يعني قديش تعتقدي لدراما دورها مهم في تسليط الضوء على مشكلة التنمر لإيجاد حلول لهذه المشكلة اللي عم تتفاقم وفعليا إحنا في دراسات أكدت إنه حتى خلال خلال الجائحة العنف بشكل عام زاد مش بس على شريحة واحدة من المجتمع وإنما على العديد من الشرائح فاليوم دور لدراما فعليا لتسليط الضوء على هيك قضايا أساسية قدي مهم تيما بصراحة كتير مهم بس أنا هاي شي دايما بحكي كتير مهم إنه كل حدا في قضية معينة مهتم فيها إنه الفن هو طريق أو مكان إنه نقدر نحكي هاي القصص أو نعرض هاي القضايا بس بطريقة للمشاهد مش فرضا إنه هاي القضية وهاي لا ما هو عشان هيك هو فن مش سهل إنك تقدر تعرض هاي الطريقة بجرحلتها العاطفية بستركتر المعين إنه يوصل للمشاهد يجذبه بطريقة ينسى العالم الخارجي ويركز تسمع هذول الشخصيات وإيش عم بيحسوا وفعليا ينسى كل الأحكام المسبقة اللي عنده ويحس مع هاي الشخصية وتحس مع هاي الشخصية ونحط حالنا مكانهم ونسأل حالنا سؤال دايما هذا أهم إشي إنه نسأل حالنا سؤال وهذا الإشي اللي يعني أنا كصانعة أفلام أهم إشي عندي إنه الناس يوقفوا على المحتوى اللي عم بعمله مش يمروا ويعدي لا يوقفوا يصير في حوار يصير في جدل يصير في سؤال فهذا إشي كتير بعتبره من أهم يعني أهداف الفن أكيد يعني إحنا مقبلين على شهر يحتفل بالمرأة ومقبلين على يوم المرأة العالمي ومقبلين على تحديات كبيرة دائما تقف أمام المرأة وأنا بعرف تيما إنه ما كان سهل المشوار وصار في العديد من الوقفات خلال تحقيقك لهذا الحلم أو لحتى يعني خلينا نقول لحتى يطلع على النور واشتغلتي بوقت صعب جدا أنت والكاستر يعني العمل كله طاقم العمل كامل وكان في عندك تحديات حقيقية وفعلية اليوم كيف واجهت هذه التحديات تيما المنتجة والكاتبة والمخرجة هلأ شوفي أنا بنسبة إلي تحديات لإلي زي زي أي صانع أو صانعة أفلام يعني يعني عم بيشتغلوا على مشروع بهمهم حياتهم فيه ف إحنا أكبر تحدي خليني أكون صريحة كان عندنا جائحة كورونا اللي هي كانت مش بس علينا بس على العالم كامل يعني هاي من الأشياء اللي كتير يعني بدي أفكر فيها بطريقة إيجابية أكتر إنه أعطتنا وقت أكتر نحضر يمكن وقربتنا كتير لفريق العمل بطريقة حلوة صورنا كلنا زي العيلة ف يعني أنا بفكر فيها بطريقة أوكي هو جائحة للأسف محزنة بس بنفس الوقت بحاول ألاقي الإشي الإيجابي فيها هلأ يعني إحنا دائما بدي أحكي بشكل عام كنساء أو صانعات أفلام بهذا المجال التحدي المهني خلينا نحكي التحدي مهني كل الشباب أو بنات أو نساء أو رجال تحديات المهنية كلها نف يعني بشكل خاص لا بشكل عام التحديات المنواجهة هي تحديات أكثر اجتماعية وثقافية كنساء المرأة دائما لازم تبذل بتحس بتحس إنها لازم تبذل جهد أكبر ووقت أطول لتقدر تثبت حالها لتقدر توصل للمكان اللي رجل ممكن بنفس القدرات ونفس المهارات يوصلوا بوقت أسرع كتير فمدرست الروابي بالنسبة لي أنا شايفة كتير في رجال ونساء في تنوع بالحضور بس مدرست الروابي بالنسبة لي كان المكان اللي كان وقت إنه النساء يظهروا يظهروا عن نور وهذا لا يعني إني بقلل من شاء أي حدا من الرجال كتير معنى من الرجال اللي اشتغلوا على المسلسل هاي هم هون ما بقرر أبن بس كان كتير مهم من عندي هاي القصة القصة طبعت مدرست الروابي تطلع من أقلام نسائية ووجهة نظر نسائية لأصاص عم تحكي عن أصاص هدول البناء نعم أكيد الإنتاج والإخراج العالمي له متطلبات وتقنية كتير عالية وإحنا منعرف ربما تيما بدأت مشوارها في البداية من خلال صنع محتوى على اليوتيوب والآن أنت اليوم تنطلقي إلى العالمية وانطلقتي إلى العالمية وأثبتت وجودك زي ما حكينا بجدارة ليس فقط في العالم العربي وإنما في العالم وكان فيه الحمد لله أكيد مبارك لإلك وللجميع أكيد مرة تانية ولكن اليوم قديش هذا كان يعني أخذ منك وقت اليوم الإخراج مقارنة بإخراج اليوتيوب يعني كان عن جد تحدي قوي على المستوى التقني كمان هلأ أقول لك شغلة يعني أعمالي سابقة يمكن ما كان عندنا هاي القدرة خلينا نحكي كانت يمكن هلأ فيه أعمال سابقة متنوعة يعني كانت تتفاوت ميزانيات العمل فيها بس العمل مع منصة زي نتفليكس كان فيه مجال أكبر من ناحية ميزانية من ناحية وقت لأنه دايما إحنا بهذا المجال ما عندنا وقت فهذا الإشي اللي بقدر أحكي من أكثر الميزات اللي هي إنه كان معنا وقت نحضر كان معنا وقت نشتغل فكله بعتمد على الوقت اللي معنا نحضره فأكيد كان تحدي لأنه هاي كانت أول تجربة إخراج لإلي ومع شركة كبيرة زي نتفليكس بمعايير عالمية أنا عمري يعني ما بقدر أكذب وأحكي أشتغلتها لأ عمري ما شتغلتها صراحة أنا داخلة وعم بحكي يا رب يعني طبعا أنا كتير شتغلت على المسلسل وكتير حضرت قبل أنا وطبعا شيرين كمال اللي هي المؤلفة معي والكاتبة إسلام الشوم اللي معنا يعني يعني أخذنا وقت للكتابة نعمل هذا المسلسل بأنا كان عندي رؤية معينة لهاي المدرسة وكيف أنا شايفة هاي المدرسة وعالم الروابي كان هدف عنا إنه عن جد نعمل هذا العالم اللي إله قوانينه معينة اللي إله وصراحة العمل مع نتفليكس هو اللي ساعدني إنه أقدر أحقق أحلامي زي ما تحكي بمشروع أنا كتير جعب علي أعمله من ناحية ميزانية من ناحية وقت من ناحية إنه أقدر أشتغل مع أنا فعلياً وطاقم عمل أنا كتير أنا حابة أشتغل معهم بس دايماً في هاي التحديات في الأعمال إنه مش دايماً نقدر ناخد كل حدا حابين نشتغل معاه سواء لسبب الوقت أو لسبب الميزانية أو فهذا الإشي اللي بقدر أحكي ساعدنا ودائماً الواحد يعني اللي قلبه على شغله وعن جد بشتغل عن جد بشتغل وبتعب على الشغل بيعطي نتيجة طبعاً طبعاً يعني وهون كمان منحكي عن أهمية ربما وجود فرصة حقيقية على منصة عالمية بتعطيك المساحة وبتعطيك القدرة إنك تبيني إنت شو عندك أو تبيني إنت إيش بدك تقدمي بشكل حقيقي وفعلي يعني اليوم عم نشوف كتير عم بتوجه الدراما للمنصات فهل بتعتقدي إنه المنصات التقليدية القديمة ربما في طريقة إلى الفناء ولا لا بصراحة يعني شوفي كل إشي إلو جمهوره بس اللي بقدر أحكي إنه العالم عم بتغير والمنصات الإلكترونية عم بتزيد كتير وأنا بشوفه إشي كتير مني لأنه عم يعطي فرصة للصانعين الأفلام الجداد اللي لسه ما عندهم هذا التاريخ في الأعمال يعني عم بعطيهم مكان أكبر للإبداع بدون القواعد الكلاسيكية تبعية التلفزيون المسلسل بدو يكون 30 حلقة مدته عم بيكون أكتر هلأ في مجال للإبداع حتى بالفورميلا تبعي العمل نفسه بتطلع لك إشي مسلسل محدود لثلاث حلقات أو أفلام قصيرة يعني صار في حرية أكتر صار في برضو فرصة لل الفنانين الصغار أو اللي مبتدئين مش المبتدئين خلالي نحكي بس أكتر اللي خبرتهم مش كتير عالية وبرضو المنصات غير هذا الفرصة اللي عم تعطيها برضو عم تعطي فرصة للأعمال إنها تطلع من نطاق ريجن معين أو بلد معين لإنها تقدر إنها تكون متوفرة بكل وقت حول العالم لأي حدا فإحنا عم نصر كأننا قرية عالمية أكتر بحث مع وجود المنصات الإلكترونية تعتدي إنه أو كيف اليوم بتشوف في مدرسة الروابي عملت أو كيف اليوم طرحت مدرسة الروابي للدراما الأردنية على الساحة العالمية كيف بتشوف فيها اليوم طرحتها هل هي عن جد طلعتها من محليتها هاليوم صار إحنا نقدر نقول أن الدراما الأردنية أصبحت عالمية وكل النصر يعرفوا أن الأردن فيها هذه الطاقات وهذه الأعمال هلأ يعني أنا ما بقدر أحكي عن الدراما الأردنية بشكل عام بقدر أحكي عن مدرسة الروابي مدرسة الروابي مسلسل تم إنتاجه من طاقة معمل كامل أردني في الأردن صنعة في الأردن بس عم يتشاهد حول العالم بالنسبة لي أنه دائما إحنا من وإحنا صغار نحضر الأشياء الأجنبية أو الأشياء التركية أو المكسيكية أو الهاد ومنعرف ثقافاتهم ومنعرف حياتهم ومنعرف كثير أشياء عنهم يمكن ما صافرنا بس منعرف هذه الأشياء من خلال التلفزيون والفن والأفلام وكل هذه الأشياء فأنا جدا فخورة أني أحكي أنه مدرسة الروابي اللي هو الصنعة في الأردن قدر يتخطى هاي الحدود ويطلع من مكان مش بس عربي إلى مكان عالمي أنه يحتل مراتب من الأوائل على منصة نتفلكس في العالم في زي أمريكا اللاتينية زي فرنسا زي يعني بلدان أنا استغربت أنه عم بيكون بالتوب تين المسلسل إيطاليا وإيطاليا فهذا إشي يعني حتى البنات يعني في منهم جوانا كانت ببلجيكا وكانت بأمستردام لما طلع المسلسل وعرفوها هي شعرها أحمر فعرفوها ناس أجانب هناك وصاروا بهم يتصوروا معها فهذا إشي بصراحة بورجي أدي عندنا بالأردن طاقات إبداعية من فريق العمل كامل من الممثلين يعني فوق المبدعين من كل الجوانب فهذا الإشي طبعا بدعو للفخر لإلنا أنه عملنا عم بنشاف حول العالم طبعا أكيد ولكن دائما إنتاجات نتفلكس بتظلة هيكي عرفتي ناس بقولوا لا نظرية المؤامرة بالضبط نظرية المؤامرة بسر يقولوا لك لا لا أكيد أثروا عليها وهي بتكتب لا لا هي أكيد يمكن يعني في كتير هذه القصص يعني إحنا دائما نشوف أنه مسلسلات نتفلكس أو الأعمال التي الآن عم تعرض على نتفلكس ليسوا عمل واحد ولا اثنين العديد من الأعمال العربية على الأخص دائما فيه هجوم عليها كان في تدخل من المنصة العالمية بس رح أحكي عن تجربتي مع نتفلكس تجربتي مع نتفلكس بصراحة أنا المسلسل اشتغلت عليه أنا وشيرين لحالنا بغرفة هيك كنا قاعدين قبل ما طلعنا الفكرة وقبل ما نقرر لمين يريد يروح المسلسل يعني ما يجوا نتفلكس حكوا لنا اعملوا هيك واعملوا هيك لا إحنا فعليا ما كنا لسه عارفين لأي جهة رح نعرض ولم ما عرضنا وفعليا اللي بدي أحكي انه يعني التدخل اللي ما بسميه تدخل بس الإشي اللي ممكن نتفلكس اكتشلي ساعدونا فيه هو الانتاج بمعايير عالمية هذا إشي أنا ما بعرفه أنا لولا نتفلكس والتعاون معهم أنا ما كنت رح أعرف هاي التفاصيل المعينة ما عم بحكي من ناحية محتوى عم بحكي من ناحية تقنية فهذا الإشي بالعكس أنا والحلو بنتفلكس إنه بيعطوا الفنان مساحته أو يعني أنا أعطوني مساحتي للإبداع فعليا بالعكس أنا لو يعني بدي أحكي بتجارب السابقة أنا كتير كان في تدخل في أعمالي دايما كان صعب التعامل مع الجهات الممولة من ناحية أحيانا التدخل في أشياء إبداعية خلينا نحكي بس بنتفلكس بفهموا إيش يعني مساحة الفنان ومش أصدق أحكي يعني بالعكس يعني كتير الجهات اتعاملت معهم برضو عندهم بس عم بحكي لك بشكل عام صعب تلاقي إنه حدا يفهم إيش هي مساحة الفنان يعطوها هاي المساحة للإبداع بدون ما يتدخلوا لأ أو كذا لأ بحاولوا بحاولوا يعطوا هذا الإشي بحاولوا إنه 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 نكون مرتاحين وإحنا عم نبدأ بسيكلي فهذا إشي بالعكس كتير حبيته ومش عم بدافع عن نتفل بصراحة يعني ما إليش دخل فيهم أنا عملت مسلسل معهم مش عم بشتغل معهم يعني بس هاي تجربتي نعم هاي تجربتي يعني أنا الشخصية ترفع إيديكم لا بس تأمني يعني خليلا نحكي أو أمنت بوجوه جديدة غامرت في ناس بقولوا بإشراك وجوه جديدة من بعض الممثلات ولكن إجا أداءهم واعد جدا وكمان مش بس واعد جدا يعني صاروا كمان زي ما كنتي هلا عم بتقولي صاروا معروفين صاروا متواجدين حتى ليس فقط في الأردن وإنما بالعالم عم بوقفوهم عم بتصوروا معاهم عم بشوفوا شغلهم بحكينا كيف تم اختيار طاقة التمثيل شوفي عملية تجارب الأداء أخذت يمكن سنع مني يعني أخذت وقتي منيح يعني أنا كنت حبة ألاقي مواهب جديدة مواهب فرش هيك لساتهم عندهم هاي العفوية وأغير بعض الصور النمطية عن أنه لازم نجيب دايما أبطال مشاهير يعني بدي أسكر طبعا الفنانين الكبار والقدرين اللي كانوا بهذا العمل يدعموا هدول الوجوه الجديدة موجودين معنا هلأ الفنانة حبيبتي نادرة عمران والفنانة سوهير فهيد شكرا كتير طبعا تحية لهم لأنهم كانوا كمان جزء مهم من زي ما تحكي إلهام للصبايا الإجداد في العمل أنا يعني بالنسبة إلي صبايا الإجداد أخذنا وقت كتير بالانتقاء بتجارب الأداء عبين ما لقيت البنات اللي لما أشوفهم أحكي آه هاي هي ليان آه هاي يعني هم يحكوا لي أنا هاي الشخصية فأخذنا وقت اتدربنا كتير عملنا ريهيرسل عملنا أكتنج يعني ورشات تمثيل من الورشات أعطاهم أحمد السرور اللي قاعد هون كمان واحدة من الورشات التمثيلية عملنا لهم أكتر من ورشة تمثيلية كان في عنا قراءة طاولة كتير 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 وبروفات بروفات بس صراحة يعني يعني الشخصيات هدول كتبناهم على الورق طلعوا من الورق وصاروا هدول البنات وجدا فخورة بالأداء تبعهم يعني هم أبهروا كتير ناس يعني بأداءهم فهذا الإشي بخلينا نواجه لهم تحية طبعا أحيانا يعني الواحد بيكون بيكون شايف شيء بالشخص اللي أمامه بس ما بيعرف شو هو يعني فأنتي اليوم قدمت لنا هدول الوجوه الجديدة اللي هوني صاروا نجمات فعليا فأنا كمان بشكرك تيما لأن تعرفنا عبديش في عنا طاقات جميلة صغيرة رائعة شكرا دائما في نقد بناء ونقد غير بناء وهذا معروف يعني ولكن اليوم كيف تأدي تيما الشوملي وتاقم العمل كاملا تعامل مع النقد غير البناء خلال العروض يعني بصراحة يعني كل رأي مهم كل رأي مهم لأنه كل رأي يعبر عن تجربة الناس اللي هم يحضروا وقيموا برأيهم فما بتقدر يتحكي أنه آه أنا هدول لأنهم مع المسلسل أنا معهم وبأيد لا حلو تسمعي الرأي والرأي الآخر برضو يعني وبالعكس أنا بالنسبة لي هذا إش كتير مهم وصحي جدا للنقل الفني كتير مهم أنه يصير في جدل لي يودي مش جدل لهدف الجدل أبدا بس جدل اللي يودي لحوار يفتح حوار بين الناس وفعليا روابي بقدر أحكي وبكل ثقة فتح حوار كتير كبير بين الناس فبهمني دايما أسمع بهمني أخذ النقد بعين الاعتبار يمكن أأيد أأيد ويمكن أنا كمان إلي رأي كفنانة ما أأيد أو ما أأيد هذا الرأي بس لهذا لا يعني أنه الرأي هذا غير موجود هذا الرأي موجود وهذا الرأي وجود وأنا كفنانة بقرر أنا إيش عملي إيش هو بدي وماذا يعني هل يزيد انتقاد أي عمل فني من نسبة المشاهدة تعتقدي هلأ شوفي انتقاد العمل الفني أكيد رح يخلي أو يدفع الناس يصير عندهم فضول يعرف وأنه من باب المعرفة إيش هذا الإشي لكن أنه يزيد نسبة المشاهدة إحنا عم نحكي عن مسلسل مدة ست حلقات الحلقة مش أقل من خمسة وأربعين دقيقة فإذا يحضروا وكملوا مستحيل يكملوا بس يعني عشان يعني بدوا يكملوا عشان لقى إيش يجذبوا فيه يعني طبعا يعني قصدك أنه ممكن يفتحوا عشان يعرف عن إيش عم بيحكوا من باب المعرفة لكن هذا مش إنه والله دقيقة دقيقتين فيديو دقيقة هذا مسلسل يريدك تقعد وتحضره يعني منيح فأكيد إنه اللي بدوا يكمل المسلسل بدوا يكون لا إيش يجذب انتباهه شده للعمل للقصة نعم أكيد قضايا كتير تعرض لإلها المسلسل يعني جرائم الشرف البترياركية التحرش تفكك الأسري العنف الواقع على المرأة يعني استغلال القصر على مواقع التواصل الاجتماعي كتير أوكي هذه القضايا مجتمعة كانت عبئا على رسالة المسلسل ولا لم تكن أو كيف كانت حلو كتير السؤال إنه بدي أحكي شغلة إنه أنا بيوم يعني أنا بدي أحكي عن حالي أنا كبنة بعيش بهذا المجتمع مثلا أنا بيوم واحد أنا بتعرض لكل هدول الاشياء مجتمع بيوم واحد طبيعي البترياركية سواء أنا بمشي بالشارع رايحة على الدكان رح يتم التحرش فيي لفظيا رح أونلاين رح يتم التنمور علي في يوم واحد أنا برأي هاي مش إشي يعني قضية خلينا نحكي بتصير وبتعدي لا إحنا عم منعيشها كل يوم كل يوم عم منعيشها هاي بشكل أو بآخر طبعا بشكل أو بآخر عم منعيشها أو إحنا جزء منها أو إحنا جزء من المجتمع اللي عم بيواجه هذا الإشي فأنا برأيي أنه بالعكس تماما ومدرسة الروابي للبنات يعني هاي الأصص من زمان كنا حابين نحكيها عن أصص هاي البنات ومدرسة الروابي كانت هي المظلة المناسبة كمدرسة بنات نقدر نطرح أصص هدول البنات كانت هي فعليا مظلتنا أن نحكي عن أصص هدول البنات بطريقة عفوية برضو ما بتخلع من المتعة والتشويق وهذا دايما أهم إشي بحكي اللي منيوجه فيها رسائلنا نعم واليوم كمان أنت سميت الأمور بمسميات خلينا نحكي بالمسلسل يعني كانت وجبة إذا بدك دسمة ولكن بنفس الوقت وقفات حقيقية لمشاكل تعنينا وزي ما قلت إذا إحنا ما منتعرض لإلها يوميا تعرضنا لإلها بحياتنا وعلى الأقل نرى أيضا الآخر يتعرض لها بشكل أو بآخر تيما كتاب ونقاد وصفوا المسلسل على أنه درامة مراهقين وهي الدرامة الرائجة كثيرا في الانتجات الغربية وأنت بتصريحاتك دائما تقولي أنها درامة اجتماعية تتصدى لعرض قضايا معينة ومتعلقة بالمرأة تعليقك هلأ شوفي إنها درامة مراهقين نعم إنها درامة مراهقين هذا لا يعني إنها مش درامة اجتماعية نعم إنها درامة اجتماعية بتركز على أصص خلينا نحكي لبنات بعمر معين وأنا برأي هذا النوع من المحتوى سواء يعني عم نحكي عن مسلسلات فيه شح بالمحتوى اللي بيحكي أو بيتطرق لأصص هاي الفئة العمرية اللي هي فئة المراهقين سواء من شباب أو بنات فأنا بنسبة لي آه بعتبرها درامة مراهقين وهي درامة اجتماعية وبحب إنها نقدر نغوص أكتر بها يعني هذا كان أول خلينا نحكي أول عمل بهذا النوع الدراما وإن شاء الله ما يكون آخر عمل إن شاء الله لأنه كتير مهم إننا إحنا الفئة العمرية هاي تمثل والفئة تلاقي إشي يحكي عنها يعبر عنها وحلو يكون بلغتها كمان طبعا أغيرتك كل تجربة تيما طبعا إيش أكتر إشي تغير بطريقة تفكيرك أو بتعاملك مع بعض الأمور بصراحة يعني كل تجربة بتمر علي من ناحية شغل يعني بتكون أعطتني خبرة بس مدرسة الروابي فعليا كان مدرسة لإلي فعليا يعني مدرسة الروابي كانت مدرسة لإلي يعني من نواحي كثيرة من نواحي أول إشي تقنية خلينا نحكي من نواحي إنه أنا كفنانة كاتبة مخرجة إيش الإشي اللي بدي أحكي أو كيف بدي أحكي هاي الأصص من ناحية إخراجية كمان كتير تعلمت حسيت حالي بوركشوب رورشة تعليمية مع حالي إنه قاعدة عم بتعلم وإجتني هاي الفرصة إني أقدر أتعلم فيها الناس اللي تعرفت عليهم بهذا المسلسل برضو أصصهم كتير حلوة البنات يعني خلال عمل القصة والعمل على هذه القصة كتير قابلت بنات بأعمار مختلفة من فئات اجتماعية مختلفة من طبقات مختلفة من خلفيات مختلفة كتير سمعت قصص واللي الإشي اللي تعلمته إنه من وين ما إحنا من وين إحنا جايين من أي بلد من أي مكان من أي المشاعر اللي عندنا هي نفسها ويمكن هذا الإشي اللي يخلى المسلسل بأماكن بالعالم يوصل لناس مختلفة ثقافتهم جداً مختلفة عن ثقافتنا اللي هي المشاعر فهذا يمكن من أكتر الأشياء اللي تعلمتها إنه قد ما تختلف الظروف إحنا يعني كلنا بني آدمين وعننا نفس الحسيس فيمكن هذا الإشي حبيبتي أنا بدأ أفتح المجال أيضاً رح نتلقل شوي من التعليقات الموجودة على الفيسبوك وأيضاً أي شخص حاب أنه يشارك ولكن بس قبل بديكم تعرفوا على أسماءكم عشان نقولكم أهلاً وسهلاً فيكم ويكون السؤال واحد ما يكونش إله تفضلي ستي سواني بس خلينا نجيب المايكروفون يعني من خلال كمان الفيسبوك أيضاً رح نستقبل التعليقات الموجودة والأسئلة المطروحة على تيما واللي طرحت خلال اللايف الموجودة على صفحات عبد الحميد شمعان تفضلي ستي يعطيكم العافية أنا سيدة عراقية بقيمة بالأردن من السنوات أهلاً وسهلاً أم لأربع صبايا يعني المسلسل متعلق جداً بحيثيات التعامل مع الصبايا أصغر بناتي أولى جامعة العمل بصراحة يحسب لكم جهد واضح انتشارة واسع جداً هذا يقودني لسؤالين السؤال الأول أما أن للدراما الأردنية والعربية بشكل عام كما تطرح المشكلة تطرح الحل مثلاً قد تكون سبوتلايت للجهات التشريعية بعادة نظر بالكثير من العالية للمؤسسات التربوية والاجتماعية ثانياً التعامل مع منصة بفضاء مفتوح وحرية غير مدروسة مثل منصة نتفلكس أكيد تعامل مغري لكن برأي كثرة الإشارة للمسكوت عنها بشكل غير مدروس قد يعطي نتائج سلبية جداً وغير متوقعة لمجتمعاتنا العربية أو الأردنية بشكل محدد شكراً لك أنا ما فهمت السؤال تعني بس خليني أجاوب السؤال الأول وبرجع التعامل مع مؤسسة هو التفل المايكروفون هلأ رجع المايكروفون التعامل مع منصة مفتوحة بحرية غير مدروسة مع مؤسسة أو منصة متفلكس تطرح مواضيع المسكوت عنها بشكل غير مدروس وغير ملائم لمجتمعاتنا العربية ألا تعتقدين كصانعة محتوى أو كمنتجة أنه هذا ممكن يؤثر سلباً على العائلة بشكل عام العائلة العربية 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 أي أعمال أو أي تعامل مع ناتفلكس إذا تم الإشارة إلى الأشياء المسكوت عنها أعلم إذا لم يكن بشكل مدروس وممنهج شكراً لك أول شيء بالنسبة لسؤالك الأول الفن من أهم الأشياء التي يمكن أن يطرح مشاكل يطرح وجهات النظر المختلفة لهذه المشكلة أو القضية بطريقة وحبكة درامية تسلط الضوء على هذه المشكلة أما أنه يلاقي الحل للمشكلة يعني فيه جانبين أول إشيء فيه حبكة درامية اللي هي فعلياً أنا بدي أقدر أحكي عن روابي بروابي يعني إحنا طرحنا مشكلة التنمر وفعلياً طرحنا مثلاً هاي البنت إيش هو الإشي الأدها تعمل هذا الإشي بالنسبة لي إذا الناس اتواصلوا مع هاي أو حسوا فيها رح يعرفوا إش هي المشكلة وما هو حلها لما الأم فعلياً تغادت عن مشاعر بنتها وما صدقتها هاي من أهم الأشياء فإحنا فعلياً طرحنا حل لا أصلي بالمسلسل أما أنه أقدر أطرح حل مشكلة التنمر بشكل عام هذا إشي يعني أنت عم تطلب مني إشي يعني أولاً غير مش أنا كفنانة بقدر أعمله لأنه غير تخصصي وهاي مشكلة مجتمعية تعاونية بديو يكون فيها يعني كتير جهات وجوانب بس أنا كفنانة بطرح مشكلتي بورجي وين الخلل والجمهور رح يسأل حاله مرة ومرتين ويلاقي الجواب فأكيد مهم هذا الإشي بالنسبة لسؤالك الثاني اللي هو اللي هو أنه اليوم تعاملك مع منصة زي منصة نتفليكس والتعامل مع بعض المشاكل غير مدروسة بطريقة غير مدروسة أنا ما بعرف إذا عم بتوجهي إلي هذا الحكي أو عم بتوجهي بشكل عام أه بشكل عام أول إشي أنا يعني برجع بكرر أنا فعليا ما يعني غير مش متحدثة رسمية عن نتفليكس فما بقدر فعليا أحكي بإسمهم بس برجع بحكي عن تجربتي أنا تجربتي فيها مسؤولية اجتماعية علي أنا قبل أنا ما بهمني إيش مسؤولية نتفليكس أو بهمني مسؤولية الاجتماعية علي أنا كفنانة وككاتبة وكصانعة محتوى على المحتوى اللي بقدمو أكون مشتغلة على المنيح وعملة بحوثاتي منيح وعملة شغلي منيح وقدر أطرح بطريقة حلوة لطيفة ترفيهية أما أجاوب بشكل عام عن أشياء تسيء ما تسيء هذا مش مكاني بصراحة بقدر أحكي عن تجربتي وحكيت لك عنها فشكراً كتير لأسئلتك وإلا الله يخلي لك الصبايا أوكي كان هون في سؤال عند الأستاذ لو سمحتوا بس لو نقوم نوقف عشان كمان نقدر نشوفكم على الكاميرا بشكل أوضح بالسؤال يكون واضح شكراً إذا أردنا أن نخرج بالدراما من المحلية إلى العالمية هل يجب علينا أن نعرض بعض المناظر التي لا تتوافق مع معتقداتنا وعاداتنا وعرفنا هذا الشيء ينسحب على مسلسل جن أيضاً الشيء يذكر كانت هناك أعمال فنية سابقة كان حبكات الرئيسية حق قصة حب فتاة يهودية مع شاب عربي أو العكس صحيح شكراً لكم طمع نحن نحكي عن الروابي أنا ما بعرف عن الأعمال خلينا نحكي عن الروابي بالضبط يعني أنا اللي بدي أحكي لك يا أستاذ اسمك محمد المدني أنا ما بقدر أجاوب عن أعمال غير أعمالية أنا بحب أحكي عن مدرست الروابي برجع بحكي هو قصة مش ما كانت مبنية على مكان معين أو بلد معين أو مجتمع معين بل على فئة معينة من الناس يمكن ناس يلاقوها قريبة منهم حسوها بتمثلهم في ناس حسوها ما بتمثلهم بس لأنه كثير صعب أنك تقدر أنه تمثل الفن بشكل عام بكل طبقاته وكل معتقدات المجتمع وكل ما بعمل فني واحد ف مدرست الروابي هو عالم خيالي إحنا اخترعنا وإله قوانينه وهو بمثل حاله مدرست الروابي نعم فإذا يعني هذا جوابي بشكل عام بس بالنسبة للأسئلة التانية ما بعرف عن الأعمال نعم وإحنا اليوم عم نتحدث زي ما حكينا عن مدرسة الروابي فبدنا نضلنا ضمن هذا العمل الجميل في سؤال من شاب بني سلامة نصيحتك للأشخاص اللي بدها تكون بدايتها في الإعلام سواء تمثيل أو مذيع وخاصة التخصص الجامعي هل يجب أن يكون مختلف عن الهواية ولا لازم يطوروها من خلال العلم هلأ أي حدا بده يسميها هواية هذا ما رح يكون عمل فإذا بده يصير عمل أكيد لازم كل إشي ينسند ويدعم بعلم أكاديمي وخبرة كمان فيعني نصيحتي بدي أحكي بس لأنه هلأ مش كل حدا قدرته يشتغل هذا سوري يدرس هذا المجال فهلأ في كتير الحمد لله أونلاين المواقع أونلاين صار في كتير فرص بتخلي الناس يقدروا ياخدوا دورات يتعلموا أكتر يقرأوا أكتر فبحس العلم بطل محصور حاليا بأد ما هو مهمة بس برضو بتقدر تاخد المعلومة تتعلم كتير أشياء عن كتير مجالات بكل مكان هلأ متاح دائما بحكي أكيد لازم الشغف خليني أحكي ما بدأ أسميها هواية لأنه شغف يدعم أكيد بتعليم أكاديمي نعم كان في سؤال هون حضرتك تفضل بس نستنى المايكروفون وبعدين نرجع للوسط عشان ما يزعلوا منا ورجع أن يكون الاسم والسؤال بما يخص مدرسة الروابي وحديتنا وجلستنا لليوم مرحبا أنا نور الدين زهير سؤالي بيتعلق نور الدين زهير سؤالي بيتعلق بمراحل التحول في الشخصيات في شخصية وحيدة خلال المسلسل في مرحلة التحول تبعتها رفضت موعد أو أجلت موعد مع شخص فشفنا التحول من خلال شيء عملي بقية الشخصيات كان يصير فيه فلاشباك لإظهار التحول سيدر تحكي لي أسماء أنا والله حضرته أول ما طلع نسيت الأسماء حاليا بس أي شخصية فيهم اللي كان فيه موعد بينها وبين الشاب في الأوبين دي وإجا عليها وحكت له أنا حسنا مش فاضي أوش زي هيك إنه مشغولي يعني ف مريم مريم بينما بقية الشخصيات في لحظة التحول تبعتها كان فيه فلاشباك الاتكاء على فلاشباك عشان تظهر التحول مع أنه واضح أنه الكاتب عارف أو يعني لجنة كاتبة 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 كاتبات كاتبة أقول لك عملية الكتامة شكرا لإلك أول إشي يمكن أنت حاضره زمان لأنه مشكل شخصية والتحول ما بيصير بفلاشباك أبدا للشخصية يعني هو يمكن داعم لمرحلة التحول يكون لفلاشباك بس إحنا فعليا ما استخدمنا فلاشباك لكل الشخصيات ولا لاحظة التحول فعليا يعني بس برضو يعني بحب أجاوب سؤالك بشكل عام إحنا خلال كتابة الشخصيات كتير كان مهم عنا إنه الشخصيات ما تكون أحادية الأبعاد ويكون يكون فيها عمق أكتر لأنه أنا بالنسبة لي كتير كان يعني من الأشياء التي كتير اشتغلنا عليها إنه نحاول قد ما نقدر الشخصيات تكون حقيقية من ناحية إنها تكون ثلاثية الأبعاد إنه ما في أبيض وأسود ما في حدا شرير وحدا كتير منيح ما في هذا الملاك البريء والشر المطلق الدنيا مش هيك أنا بالنسبة لي أنا كشخص كتيمة في ناس ممكن تعاملي معهم يكون أنا بالنسبة لهم يمكن كنت عنيفة أو في ناس أنا بالنسبة لهم كتير إنساني طيبة أو حسب يعني كل حدا حسب الموقف وحسب فحسينا إنه كتير كان مهم إنه نكتب هذه الشخصيات بطريقة قريبة أكتر للواقع لأنه كل حدا إله جانب سيء بس كل حدا إله جانب منيح وما حدا بنولد متنمر يعني فيه ظروف نشأوا فيها وهذا كان كتير مهم عنا إنه نفوت عبيت كل بنت يعني بخلال القصة من مراحل التحول كان مهم كتير عنا إنه نقدر نفوت هاي البنت اللي شفناها هيك إنت مثلا ليان إحنا شفناها وكرهناها وبالحلقة الأولى حكينا مستحيل نتعاطف معها هاي البنت بتبلش تيجي الحلقة الخامسة بلش آه بلشنا إنه ها ليان إلها جانب آخر طب ليان ليه هيك منفوت عبيتها منشوف ف وبالتالي مع كل الشخصيات التانية يعني كان كتير مهم إن نورجي نقاط التحول لهم بس هي مش لحظة هي فعليا يعني بنينا هذا الإشي على مراحل بخلال الحلقات بس برجع بحكي لك إذا بتتذكر أي لأنه فعليا الفلاشباكس أنا يعني بحكي لك لحظة التحول أبدا ما كان فيها فلاشباكس لكل حدا يمكن بس شخصية أو شخصيتين تمام إذن خلينا نأخذ تطفادك الجواب على الأقل تمام هون عند الأستاذ بس تفضل آه هاي ووراك تمام لا حضرتك بس ممكن تتوقف عشان نشوف حضرتك شكرا حسنا نشوف تطبيق تطبيق ثقافة التنمر الغربية على مجتمع محلي فقط بحجة أنها مشكلة عالمية عبر للثقافات شكرا أوكي التعامل مع المجتمع يعني أنت حسن ساري بس عشان أأكد من السؤال حضرتك بتقول أن المشكلة التنمر ليست موجودة محليا وإنما موجودة عالميا غربية يعني 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 أنا ما بعرف إيش أصدق بموضوع أنه في تنمر غربي وفي تنمر عربي أنا هذا ما بعرفه بس بشكل عام يعني إذا فهمت يعني يمكن مصطلح التنمر بشكل عام جديد علينا وشفنا بمسلسلات غربية ممكن ويمكن أول مرة منشوفه بمسلسل عربي عشان هيك إحنا يمكن سؤالك كان إنه بالنسبة لي يعني التنمر أو الاستقواء هو ظاهرة موجودة بكل مكان وليس محصور على مجتمع معين أو بلد معين يعني بغض النظر عن الإسماء يعني أيش ما كان الإسم الظاهرة نفسها موجودة وطريقة طرحة حسب كانت القصة والعالم اللي يعني نحكي إنه هو مدرسة الروابي خلينا نحكي والقصص طبعت هاي البنات يعني ما بعرف إذا جاوبت سؤالك لأنه هو مش كتير مفهول يعني تغيير ربما تغيير المصطلحات اليوم زي ما كنت عم بتقولي تيما دخلت علينا مصطلحات جديدة لأنه سرنا نحاول إنه نبحث أيضا عن حلول لهذه المشاكل تحت عنوان أو نعنونها وهون كمان عندنا الأستاذ تفضل معاك المهندس صلاحة وشويش ناشط اجتماع وسياسي اللي بدي أحكي بس لأستاذ تيما اللي هو إحنا كمجتمع شرقي كان صعب علينا أن نتقبل المسلسل يعني مرة وحدة فكان في بعض الكلمات دخلينا نحكي لك الجارحة شوية وكأسرة يعني داخل البيت اللي بدي أحكي أنا صار الواحد يتخوف كمان مرة واحد يعني أي إشي بتعرضو فيه إشي يعني في قصار خارج على المضمون يريت لو توصلونا يعني شغلة يعني تصل للبيت بدون ما يكون فيه خوف للأسرة وهي جالسة في البيت أنه يكون مثلا أي كلام جارح يكون ويعطيك العافية شكرا كتير لأي لك أول يعني بحترم رأيك أكيد و أنا يعني مش متأكدة عن الكلام الجارح اللي أنت عم تحكي عنه لأنه بصراحة يعني بمدرسة الروابي هذا كان إشي كتير مهم أنا ما كان يعني ما ما كان فيه هالكلام الجارح إلا في نطاق القصة وما تفيد القصة غير هيك أنه برجع بحكي إحنا لما نعمل فن إحنا كفنانين نعم في تليفون في حدث تليفون تمام إحنا كفنانين كتير يعني لما عادينا منمثل إشي أو منحاول عم نحكي قصة كتير مهم للقصة تكون واقعية يعني الناس يصدقوها يعني حسب إنه إذا ناس عالين عم بتطوش مع بعض رح يحكوا مع بعض بطريقة معينة فإنه إذا ما خليناهم يحكوا بهذه الطريقة عشان إحنا ما نجرح مشاعر شخص معين طب إحنا عم نكذب على حالنا وما عم نكون صادقين مع فننا مع الحالة اللي إحنا عم نعبر عنها وكمان يعني كتير مهم أنوه كمان إنه مدرسة الروابي كان إلو فئة عمرية فوق السطاش فهذا إشي كتير مهم إنه ننتبه له لأنه أنا لاحظت كتير إنه خلوا أبنائهم يحضروا هم أقل من ستعشر سنة وأنا آسفة مش أصدق إشي بس لكن فعليا إنه هو الفئة العمرية فوق السطاش لسبب فأكيد إذا هذا العمر بده يحضره غير ملائم لإلهم وهذا الإشي كان منوه لإله محطوط إنه هو الفئة العمرية لهذا المسلسل فوق السطاش نعم كمان في أسئلة تفضل حضرتك إنه بحاجة نسمع أسئلة من عنصر نسائي عم بدور من عنصر نسائي من كمان صانعات أفلام أو صانعين أفلام يعني تمام هلأ بسر خير اسمي سامر مصري أستاذة تيمة بشكل عام عن طرحك لمدرسة الروابي إنه بشكل كامل كانت فكرتك إنه بمثل واقع المدارس الخاصة للبنات أو بشكل عام عن كل مدارس ولا هي بس إنه فكرة وكفكرة إجتك عن المسلسل مع فكرة التنمر شكرا شكرا لإلك زي ما حكيت أظن حكيت بهاي النقطة إنه إحنا يعني مسلسل مدرسة الروابي هو عالم خيالي بمثل فقط نفسه اللي هو مدرسة الروابي عم نحكي عن فئة معينة بمشاكلها بأصصها هل لامست واقع بعض الناس طبعا لامست واقع بعض الأصص بس أنا ما عم بعمم إنها على على جهة معينة أو بلد معين أو مجتمع معين نعم وكمان عندنا هون سؤال تفضلي بس ممكن توقفي حضرتك عشان نشوفه بعد إذنك شكرا بعرف عن حالي فرح خمش أنا بصراحة من الناس اللي أعجبت بالمسلسل كان حلو بشكرك فخورين فيه فخورين إنه وصل للعالمية بهاي الطريقة بغض النظر إذا كان محتوى مثلا عم بيعكس واقع بس هو عم بيعكس فئة والفئة موجودة في الأردن لا خلاف على ذلك فأنا حبيت بس إني أشيد في في أدائك والمسلسل كتير حلو وسؤالي إليك في جزء تاني ولا ما فيه هذا السؤال دائما هذا السؤال اللي بدي أعرف شكرا لإلك فرح وشكرا على كلامك الحلو وأكيد كتير من المبسط لما الوصص اللي عم نعملها بتنال إعجاب الناس وبتواصلوا معها بصراحة بدسبة لسؤالك يعني إحنا هلأ المسلسل مبسوطين بإيش عمل الجزء الأول كتير ومبسوطين بالإشياء اللي لسه عم نسمعها لأنه لسه في كل يوم بحس المسلسل عم بيفوت على ريجن جديد وبلد جديدة فلساة نعم إحنا نستكشف وما بتعرف إيش المستقبل بيجيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دمام هون في سؤال فضل مساء الخير مساء الورد أهلاً وسهلاً أنا عمر شرف مبدئياً أنا ما عندي سؤال واضح بس عندي مجموعة نقاط بحس أحكيها تمام مساء الخير للجميع أنا عمر شرف عم بحكي مبدئياً ما عندي سؤال واضح ومحدد بس عندي مجموعة النقاط حبيت أحكيها في ضوء النقاش اللي دار اليوم بنا مبدئياً إذا بدنا ننطلق من العنوان فأنا شايف العنوان متحيز لمصلحة العمل جداً لأنه بحكي مدرسة الروابع هل خرجت الدراما الأردنية العالمية فإحنا زي كأننا بنعطي مجرد وسام للعمل بدون مناقشة أي تفاصيل مع أنه ممكن إحنا منلاحظ في تجارب أردنية سابقة إذا بنحكي عن الدراما بغض النظر مسلسل أو فيلم الأردنية لها تجربة عالمية واسعة بالنسبة لي نتفلكس إذا بنحكي عن نتفلكس هي مجرد مكتبة أفلام يعني لا تعبر بشكل كبير عن ثقافة عالمية أو عن إنتاج عالمي مجرد بروباقندا فهذه هي النقطة الأولى أما النقطة الثانية يعني أنا لاحظت من خلال طرح ست تيمة أنه في عنا شوية تخبط يعني إحنا أحيانا نحكي أنه هذا عالم خيالي وأحيانا نحكي أنه يمس الواقع وأحيانا نحكي هاي الشخصيات لا تمثل المجتمع الأردني بعدين نحكي أنها دراما أردنية بعدين يعني أنا لاحظته أنه أوكي كانت تجربة جيدة للستيمة ولكن أنا يعني بعتقد أنه كان كان الستيمة لابد أنها تصبر شوية على نفسها في طرح مثل هيك قضية كبيرة يعني عبر إلى الثقافات مثل التنمر لما إحنا نحكي عن تنمر أنا شفت أنه إحنا ناقشنا قضية التنمر كقضية هي موجودة عند الكل أكيد ولكن تمظهرات هذه الظاهرة أو هذه المشكلة تختلف من مكان إلى آخر ما أمرنا شفنا طرح أمريكي للتنمر بمدارس عفوا جبل النزهة والاستقلال أو أي مكان فإحنا دايما لما نحكي آلم خيالي أنا بشوف أنه بنواسع أنفسنا لأنه ما إننا إيمان بثقافتنا المحلية أنه فعلا نطلقها للعالمية وشكرا لكم شكرا جزيلا تمام في سؤال اسمك رأيو هل في سؤال أجاوة لا بس فعليا تمام بس فعليا فكرة لعبة الدراما هي النقطة الكثير مهم اللي أحب أن أتحكي فيها هي فكرة أنه إحنا كيف اليوم كصانعة محتوى وكمخرجة وكمنتجة وكاتبات أنتوا بتوقعوا كل إشي بوعاء تفترضوا عليه فرضيات معينة تلامس وقعنا بتعالجوها بطريقة معينة وزي برجع ما بحكي دائما وأبدا بنظرة ذكية مختلفة فيها لعبة الدراما واللي هي اللعبة الأساسية سواء إحنا عم نحكي مسرح أو فيلم أو دراما يعني هذه النقطة بس حلو كتير نحكي فيها كيف تعملتوا مع هذا الآلب هلأ شكرا لإلك على النقاط التي طرحتها يعني هو أنا يعني حكيت بهذا الموضوع فيمكن أنت حسيته تخبط بس بالنسبة لي يعني أنه برجع بكرر آه طبعا هذا مش قصة حقيقية مش قصة حقيقية عم نقولها أو عم نحكي قصة شخص معين أو عم نحكي مسلسل قصة وثائقية أو فيلم وثائقي مش مبني على أحداث مش مبني على أحداث فعلية فعليا إنه هو من واقع الخيال وليس مبني على أحداث حقيقية ولا واقعية حصلت في الواقع بنفس الوقت آه طبعا هو خيالي لكن إذا أنت يعني عم نحكي عن فئة معينة إحنا آه ما عم نحكي عن مجتمع معين لأنه هاي البنة اللي هون ممكن تكون بأي بلد موجود فعليا إحنا ما حددنا فعليا هدول الشخصيات ممكن تكون بأي بلد وهاي المشاكل عم بتواجهها ف هاي المشاكل عم بتواجهها فعليا ممكن تلامس الواقع لأنه إحنا زي ما حكيت لك إحنا منطلق بنعمل قصة خيالية بحق كدرامية إنها تشد مشاهد عشان نوصل رسائل معينة أكيد آه ممكن آه حدا من آه من الأردن أكيد مارير في لا ممكن حدا فعليا من البرازيل وصلني هاي الرسائل إنه مارين فيها فبنفس الوقت أنا ما عم بحاول آه 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 أكون آه آه مش بمجتمعي لا أنا موجودة أنا عملت هذا المسلسل بالأردن وبمجتمعي وأكيد أنا ككاتبة كل تجاربي الحياتية وين عشت أنا عشت بالأردن وأنا أردنية وأكيد الخلفية تبعتي أردنية لكن إحنا عم نحكي عن الفن بشكل عام إنه يلامس الواقع إشي وإنه إحنا نحكي أصص واقعية إشي تاني نعم من الخيال وشغلة تانية لما نحكي عن العالمية يعني بس هذه نقطة كتير مهمة وجود ظاهرة مختلف تماما عن وجود فقط عمل كل الاحترام لكل الأعمال وكل الأشخاص وست نادرة من فناناتنا القديرات المهمات اللي شاركوا بأعمال عالمية سواء أردنية أو كانت مصرية أو كانت عالمية فاليوم إحنا لما عم نحكي عن تجربة العالمية بمعتيمة عم نحكي عن أرقام عم نحكي عن اللغات عم نحكي عن بلاد فأكيد كان فيه هناك الانتشار كان أوسع ولكن هذا لا ينفي أي عمل آخر أو فيلم آخر وصل إلى العالمية وصل إلى المهرجانات أنا بدي أخذ بس هون الصبيل لأنه وعدت ستي بعد إذنك سيدي هون بعد إذنكم فضلي بعدين مناخد غيث بعدين مناخد غيث خلات واسطة عندك واسطة تفضلي مساء الخير بدي أحكي أنه عرفين عنا اسم حضرتك أهلا وسهلا بدي أحكي أنه مدرسة الروابي كتير أثر فينا وخلق جدل فأنا يعني بعمل محتوى بودكاست فأخذت الفكرة وحكيت عنها في البودكاست تبعي فكان أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا إلا أنه صلت الضوء على قضايا هامة وهو وأهمها قضية التنمر لأنني أنا معلمة ومربي عرفت كيف فلذلك أنا كتير كان مهم بالنسبالي المسلسل وتابعته ومشكلة التنمر هي مشكلة عالمية لدرجة أنه منظمة اليونسكوب بتوصي بمكافحة هذه الظاهرة وأيضا محلية بما أن حضرتك مربيت أجيال فأنت اليوم عم بتشفيها بشكل يومي بنعاني جدا شكرا بنعاني جدا من هذه الظاهرة فأنا تابعته لأجل هذه المشكلة تحديدا فمشكلة التنمر ظاهرة عالمية وموجودة واليونسكوب تحكي فيها كتير وتوصي فيها لدرجة أنهم وضعوا سفراء في كل مدرسة سفراء خاصين يعني حتى يكافحوا ظاهرة التنمر لكن إحنا للأسف مش موجود عنا بدي أحكي يا تيما أنه في المسلسل ما أظهرتي دور الإدارة يعني المشرفين الاجتماعيين التربويين يعني هدول لهم دور كبير في مكافحة هذه الظاهرة وست ندرة عمران كان لها دور حلو فكنت حابة أني أشوف لأني أحبها كتير فكنت حابة أني أشوفها أكتر في المسلسل الظاهرة وإلها دور عرفت كيف فهدو لأنه المسلسل مدرسة الروابي فلازم يكون هيك برأيي أنا أنه يكون في دور للإدارة عرفت شكرا كتير لإلك شكرا ومبسوطة كتير أسمع أنه عم تستخدم المسلسل في في الوودكاست تبعي فعليا إحنا بمدرسة الروابي كان في دور التربويين كان فيه عنا كمان مسعبير اللي هي اللي شد حالها ودور مسفات فعليا أنا بالنسبة لي المدرسة كلها بتتمثل بكيف مسفات شايف هاي المدرسة وهاي كانت الفكرة إنه مسفات طريقة إدارتها للمدرسة وكيف بتشوفها بتهياها تبين بهاي الصورة المعينة الممتازة اللي ما فيها ولا خلل المدرسة اللي نضيف اللي كل أهم إشي الشكل والسمعة والهاد لكن فعليا هي فيها مسفات شخصيتها هي الخلل كان في إدارة المدرسة وهاي كانت الفكرة إنه نظهر لما يكون الخلق يعني يصفي سمعة المدرسة أهم من صالح الطالب ويكون على حساب الطالب طالما ما حدا يعرف أو ضلها الصورة ممتازة فهي كان دور كتير مهم بالنسبة إلي في تمثيل إيش هي مدرسة الروابي من خلال الدور اللي لعبته الست نادرة عمران اللي هو دور مسفات وهي بشكل عام بمحيطها الخاص اللي هو تبع مدرسة الروابي كان في فساد وهذا كان جزء من القصة برضو نعم إحنا وعدين الأستاذ هون غيث غيث يعطيكم العافية أنا غيث التل سؤالي التي حاب تكون إجابة واضحة ومباشرة ما هي الوصفة السحرية أو السرية اللي أوصلت مدرسة الروابي للعالمية بسهولة وسرعة كبيرة وأنا ضد أنه نحكي نتفلكس في السبب الرئيسي لأنه نتفلكس فيها آلاف الأعمال مش كلها وصلت العالمية وفي منها ما حدا حضرها أصلا وفي أعمال أردنية أنتجتها نتفلكس ما حدا حضرها أصلا فبدنا يعني نحكي ماذا ينقص لدرابة الأردنية حتى تصل للعالمية كما وصل مدرسة الروابي إحنا كمشاهدين أو متابعين نعتبر بسرعة كانت يمكن أنت تعبتي السنوات بس بعد ظهور العمل كانت انطلاقة سريعة جدا وكان منتشر وكان من دائما الأكثر مشاهدة الأكثر مشاهدة وهذا بدل أنه مش أي عمل عنه تفلكس وصل للعالمية فحاب أعرف الوصفة السحرية لوصولها للعالمية وتقييمك لأسباب عدم وصول مسلسلات وأنا أكد أنه ما فيه مسلسلات درامية خرجت خارج جطاق الوطن ويمكن خارج جطاق بلد أو بلدين عربيات فقط لا غير عم بيحضرون غير هيك ما فيه ونكون نضحك على حالنا إذا منحكي وصلنا العالمية وشكرا شكرا لإلك غيث أول إشي شكرا لأن سؤالك في يوم مديح كتير فشكرا بصراحة ما فيه وصفة سحرية اللي أقدر أحكي لك ياها والحمد الله بظلني أحكي دايما الحمد الله ولا فيه ولا كان بسهولة يعني هو مداز الروابي كان نتيجة تعب وجهد وشغل بس اللي أقدر أحكي اللي هو فعليا أنه الشغل على القصة لأنه بالنسبة لي كل إشي بيبلش من النص إذا النص قوي متين ونشغل عليه منيح هذا أهم إشي لأنه إيش مكان الإخراج إيش مكانة التقنيات العالية جدا إيش ما أعطيتني ممثلين نجوم إذا النص والقصة ركيكة والقصة ضعيفة والقصة ما بتشد ما في إشي ولا تقنية ولا وصفة سحرية رح توصل العمل فدائما هاي دائما نصيحتي لكل حدا إنه أهم إشي يشتغلوا على القصة تركيب القصة النص يعني 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 بعرف إنه مش دائما معنا بيكون معنا وقت لنشتغل على النص بس فعليا لا ما يرضوا يصوروا قبل ما يكون النص جاهز أنا يعني أنا بالنسبة لي يمكن ها هو الإشي وفعليا عنا يعني حطينا قلوبنا بالمسلسل نعم حابب تعرف كيف تقدم يعني على العمل أوكي هلا زي ما حكيت أنا إنه كنا عم نشتغل قردي على العمل قبل ما نعرف لمين نعطيه بس إنه نتواصل مع ناتفلكس كان بصراحة عملنا اجتماع وحكينا لهم عن القصة طريقة حكينا للقصة حتى يعني هو دائما فيه بدك دائما بحكي إنه دائما اشتغل ما تستنى ليجي هذا الاجتماع دائما اشتغل اشتغل عشان ما بتعرف إمتى تيجي كالفرصة وأنا الفرصة فعليا اجتني بالصدفة تماما ما كنت عارفة إني قاعدة أنا عم بعمل اجتماع عن المسلسل فعليا كان كنت فكري إنه عم بتعرف عناس من نتفلكس رح نشرب قهوة مع بعض وبس فلما حكولي اشتغل دائما يكون عنده الواحد إشي يحكي عنه إنه عم بيشتغل عليه فحكيت عن مدرسة الروابي فعليا وطريقة حكي عن المسلسل وشغفه وصل إنه بعد الاجتماع اكتشف إنه طلبوا يقرؤوا اش في موجود يعني فهيك كان يعني هي بصراحة ما بقدر أحكي يعني هي كانت فرصة بس أنا كنت الحمد لله يعني متحضرة لهذه الفرصة نعم الفرصة لما إجتني يعني فبس بنصيحتي بشكل عام إنه الناس ما بدهم يعرفوا يعني بحكوها البيتشنج سيشن يعني للمسلسل أو للعمل ما بدهم يعرفوا كل القصة وهداك دخل وهداك راح وهداك إجا من وراء لا اللي بدهم يعرفوا عن إيش القصة إنه إيش القصة مش إيش القصة عن إيش القصة وتحكيها بطريقة مشوقة إنها تقدر إنك تشد الحدا اللي قاعد عم بسمع إنه يطلب منك فعليا عن إيش القصة الديتيلز والتفاصيل تبعات القصة وكيف بتصير فيمكن هاي نصيحتي لإلك نعم وكمان الأخ هناك تفضل بس ممكن نعم تعرفنا على نفسك والسؤال رائد العزام يعني بداية مش عارف إذا الواحد لازم ينقذ الأعمال الفنية لأنه بصراحة الأعمال الناجحة بالأردن على قلتها فالواحد ما مش عارف يعني ينقذها ولا يقول يلا خلص ماشيها أولا بدي أأكد أو أرغب أأكد على فكرة على فكرة بزوغ نجمات رائعات جدا يعني بتمنى استمرارية العمل بتمنى أنه فعلا يلاقوا فرصتهم يعني في العمل الدرامي الأردني وطبعا يعني هذا طبعا فناناتنا الكبار يعني تحصيل حاصل يعني أبدع نقدم من شيء جميل سؤالي حول قصة التنمر أو الاستقوى هو بالحقيقة واقعي مش خيالي يعني أنا فهمت عليك بقصدك الخيالي إحنا بدنا نبعد أنه إحنا هون ما عم نحكي عن شخصية محددة لكن إحنا نحكي عن حالة حالة واقعية حقيقية تحصل أنا على العكس تماما أنا بصراحة أجد بأنه العمل بدأ بقاعدة مثلث يعني احتوت على مجموعة من الأحداث ومجموعة من صور التنمر والتلميح لها ثم ضاق هذا المثلث حول قضية يعني صورة التنمر واحد صغيرة يعني أنا كنت أتمنى وعندي تساؤل يعني لماذا لم تبقى أو يبقى تبقى قاعدة المثلث يعني بهذا الحجم مثال على ذلك مثلا قضية ولي الأمر صاحب السلطة يعني كان في تلميح بداية العمل إلى تنمر على المدرسة ثم اختفى يعني احنا ما شفنا هذا التنمر حقيقة تنمر هذا المسؤول على المدرسة وين إضافة إلى حالات تنمر أخرى مثلا حالات تنمر موجهة من هذه الطالبة اللي أبوها مثلا صاحب سلطة حول المعلمات تنمر له علاقة بعلامات الطالبات تنمر موجه إلى الإدارة أو من المعلمات إلى الطالبات وهكذا يعني بصراحة انحصر المثلث إلى دائرة ضيقة فقط بقي المشهد أنه يحدث في مدرسة أما هو عمليا كان فقط صورة واحدة للتنمر وشكرا جزيلا أنا مش عارفة شكرا على تعليقك يعني هذا رأيك وأكيد يقدر فعليا أنا ما بشوفه بهذه الطريقة مش إنه يعني صورة واحدة للتنمر لأنه يعني برجع بحكي إنه في أكتر من موضوع إحنا اتطرقنا له وإذا بدي أحكي عن قصة التنمر بكل أنواعها وبكل طرقها يمكن ما بقدر أعملها بمسلسل واحد أو بعمل واحد بس بهاي القصة الشخصيات اللي كانوا بهاي القصة بحس إنه قصة مريم يعني بالنسبة إلي هي أكبر قصة التنمر بمسلسل الروابي يعني بشكل عام هلأ الأشياء التانية زي استقواء الأب على المدرسة وكل هاي الأشياء برضو هي لا تعتبر تنمر أنا برأيي بس عم نحكيها من نزلها تحت محتة التنمر يعني تحت مصطلح التنمر عشان نقدر نعبر عنها بس أنا بالنسبة إلي يعني في كتير مسميات للإساءة للأذى للشتم هاي الأشياء كمان في الفساد بالضبط فمش كله تحت مظلة التنمر يعني إحنا يعني في مواضيع مختلفة يعني بتمنى بالمستقبل يعني بأعمال مختلئ يعني جاي أنه نقدر نتطرق بطريقة أعمق يمكن بس يعني أنا حبيت أحكي قصة مريم ويكون إحنا نحس مع مريم بمشوارها ومشاعرها مش أعود أركز على كل التنمر وجواني بواء إحنا يعني نرجع نحكي هدفا وعشان تعبر عن قضية معينة لازم يكون في حبكة معينة معقصة معينة أننا نقدر نحس فيها وتحرك مشاعرنا نعم يعني كان هناك قضية رئيسية وكان في قضايا فرعية تأخذ بعين الاعتبار طبعا نعم تمام تفضلي هون عند الأستاذة بعد إذنك تفضلي أولا أشكرك على هذا المسلسل شكرا وبوافق أنه ما في عنا أعمال كتير تتوجه لهذه المرحلة تحكي عن هذه المرحلة العمرية وتتوجه للعائلة ككل وإحنا بحاجة لمثل هذه المواضيع وتكون مخرجة بشكل متقم من كل النواحي من ناحية القصة والستوريلاين والمؤثلين وكل هذا سؤالي لأنك هل أنا بتحكي عن هذه المرحلة العمرية هل عملتوا نوع من الإحصائيات لتشوفوا إيش ردت فعل هذه المرحلة العمرية للمسلسل أنه إحنا اللي هون كلنا عم نحكي كبار بس هل عند صار فيه أي نوع من الاستفتاء أو بيّن المرحلة العمرية كيف استقبلت هذا العمل بالنسبة للمرحلة العمرية اللي هي فوق الستاش ما بقدر أحكي لك إحصائيات دقيقة ومعلومات يعني دقيقة بس بشكل عام لقى رواج كبير وبقدر أحكي لك من تجاربنا إحنا على السوشال ميديا يعني وجودنا والمسيجات اللي بتوصلنا كتير يعني من الأشياء اللي كتير حبيتها برضو بالمسلسل إنه كتير بنات حكوا أصصهم وشاركوا أصصهم وطلعوا حكوا حتى مش بس مسيجات وطلعوا حكوا أصصهم على اللي بواجهوها بالمدرسة حتى برى المدرسة حتى بأعمار أكبر بس بشكل عام لا قروا كبير من هاي الفئة العمرية وحسوا إنه قريب ملائلهم يعني نعم فيهون شغلة بس بدي أعلق عليها التيما إحنا بقية خمس دقائق فرح ناخد آخر سؤال وفيه معنا سؤال أيضا ولكن الشيء اللي بدي أعقب عليه هو فكرة إنه لما اليوم الدراما تصير مراية لبعض الأشخاص اللي بفكروا إنه هن لحال بهذا العالم وما في حدا بسمع لهم ولو حكوا قصتهم بكونوا هن وكأنهم هن المذنبين والغلط فيهم أنت مش لحالك أنا مش لحالي ما حدا لحالك كلنا نتخابط أحيانا وكلنا نتلاقى أحيانا وكلنا موجودين لبعض وزي ما قلتي اكتشفت إنه هي يعني الأحاسيس والمشاعر هي عالمية والتحديات عالمية ولكن ربما أحيانا ندخل في بعض النكران للواقع اللي منعيشه سواء كنا ما بدنا نغمد عيوننا وما بدنا نعالجه أو لأنه حاسين إنه إحنا غير قادرين على المعالجة يعني هذا بس كان تعليق أحب أحكي لا بس معك مية بالمية لأنه كتير مهم إنه هاي القصص لما بنت مثلا بهذا العمر تشوف هاي تحس إنه مش لحالها هذا ما بصير معي بس أنا لحالي هاي فيه هون هاي فيه هون فلأ هذا جزء كبير مهم من الفند ديما على المفراج بتقولك هل توقعت أن يحدث المسلسل كل هذا الجدل وعلى ماذا يدل هل يدل أن بعض الناس تعيش في حالة من نكران الواقع وترفض التحدث عنه بصراحة يعني ما بعرف أحكي إذا توقعت ولا ما توقعت أنا توقعت أن المسلسل يوصل يوصل للناس يشوفوه يعني وكنت عارفة أنه فيه جدل لأنه فيه مواضيع فيه مواضيع ما نحكي عنها قبل من قبل بهذه الطريقة خليني أحكي فأكيد أي حدا بده يبلش إشي أول مرة رح رح يكيب فيه جدل رح يصير فيه حالة إنكار هدول البنات ما بيمثلونا إحنا مش زي هيك كل هاي الأشياء وفعليا أنا بحترم كل هاي الآراء يعني ما بقدر أحكي لك أنا ضدها لأنه فعليا آه مسلسل الروابي ما بيمثل كل حدا ما بيمثل كل حدا بالنسبة لي بيمثل البنات اللي كانوا فيه بس برضو بيمثل يمكن بنت خالتي أو بنت صاحبتي أو بنت عرفت يعني يعني بالنسبة لي أكيد ما رح يمكن أقدر أمثل كل حدا بس أتليست أنه في في ناس بيحضروا يمكن يلاقي آه والله بيمثلني فآه أكيد رح يكون فيه جدل لأنه إحنا مثلا هاي يعني برضو ناس بالجلسة بالنسبة لهم مصطلح التنمر هو مصطلح غربي وغير موجود عندنا يعني بتقدري تحكي إحنا برضو ما إنا يعني ما حكينا عن قصة الصحة النفسية أنه ما إنا هذا يعني ما إنا تحرّج جنسي أنا لما أمشي بالشارع أنا بتم فكل هاي ما إنا ما إنا ما في هيك ما في هيك ما في هيك يعني بنظلنا إحنا ننكر لإيمتما طبما أنا من هذا المجتمع وعنا أنا بقولكم عنا وأنا بقولكم عم بصير معنا يعني بأسئلتهم وحواراتهم بدي أشكر أكيد غادة سابا حبيبتي على هذا الحوار اللطيف وأكيد مؤسسة شومان وفالنتينا شكرا كتير لاستضافتكم بشكل عام لكل هاي الجلسات الحوارية اللي بحس إنها كتير مفيدة لدعم الفنانين يعني بشكل خاص وغير عن أعمالكم الثانية اللي بتدعموا فيها المجتمع وبيدي آخر إشي أحكي عن فريق مدرسة الروابي اللي معنا اليوم شكرا لحضوركم شيرين كمال مؤلفة إسلام شومة لكاتبة إصام حسيني لان بروديوسر ساري سيلاوي برودوكشن مانيجر أحمد سرور كان مدربة ممثلين نور طاهر ممثلة ويارا مصطفى ممثلة وختامها ميسك طبعا الفنانة القديرة حبيبتنا كلنا الفنانة نادرة عمران شكرا كتير لإلك والفنان نبيل كوني أنا هلأ والله شفتك أنت هلأ يجي لا جمع الأمن والله ما شفتك والله ما شفتك كيف حالك شكرا لحضوركم وشكرا لإلكم شكرا جزيلا شكرا عبد الحميد شمان واستمتعوا ببقية الأمسية واستمتعوا أيضا بإبداعاتكم وفنكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة